اشتركوا في القناة الفقه المقارن ابتداء كلمة الفقه المقارن هي كلمتين مركبتين من كلمتين الكلمة الأولى الفقه والثاني المقارن فلابد أن نعرف الفقه وكذلك نعرف المقارن ثم نعرف المصطلح كامل الفقه المقارن ابتداء الفقه يقول الفقهاء والعلماء حول تعريف الفقه له تعريفين تعريف في اللغة عند علماء اللغة وتعريفهم في الإصطلاح نبتدئ في التعريف اللغوي قال في اللغة العرب يقال عن الفقه هو الفهم ويقولون مجرد الفهم أو مطلق الفهم هذا المعنى الأول في اللغة المعنى الثاني يقولون هو مزيدا من العلم مزيدا من المعرفة مزيدا من الإدراك والفهم الأول هو مطلق الفهم يعني الفهم مطلقا سواء تعرف حقيقة الشيء أم لا تعرفه وهكذا الثاني قالوا هو مزيد من المعرفة مزيد من العلم والتحصيل العلمي في شيء معين من المسائل التي يدرسها الفقير المعنى الثالث في اللغة يقولون هو الذكاء والفطنة الفقي هو الذكي والفطن الذكاء والفطنة هذه ثلاثة معاني في اللغة يعني الأول هو مطلق الفهم الثاني الفهم الدقيق والعميق للأشياء وهو مزيد من العلم والمعرفة الثالث هو الذكاء والفطنة هذه ثلاثة معاني دور حولها معنى كلمة الفق قال تعالى وحد العقدة من لساني يفقه قولي هنا يتكلم بكلام يفهموه ويفقهوه وقال تعالى يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم الأشياء التي تقولها وهكذا فالفقيه عند العرب هو الفهمة العالم فكل من علم علما فيلقب أنه فقيه فيه في هذا العلم طيب بالنسبة للمعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي هناك تعريفات كثيرة يعني لكن نقتصر على تعريف الامام الشافعي وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية طبعا الأحكام الشرعية الخمسة الحلال والحرام والمكروب والمندوب والسنة الأحكام الخمسة التكليفية الخمسة ويقولون العملية الأحكام العملية يخرج منها الاعتقاد وعمل القلب الاعتقاد كالشهادتين والكره والحب والبغض والاعتقاد الجازن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهكذا هي سموها أعمل القلب فهنا الفقه هو يتعلق بماذا؟ بالأحكام العملية فالفقهاء دائما يناقشوا الأحكام العملية لا يناقشوا أحكام العقيدة والعقايد وما يتعلق بها فهو علم آخر طيب المكتسبة من أدلتها التفصيلية يعني المستنبطة من أين نعرف الأحكام الشرعية؟ من أين نعرفها؟ ونفهمها قالوا يتم استنباطها من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية وكما هو معروف عند الفقهاء أن الأدلة التفصيلية أو الأحكام الأدلة التي يستدل بها الفقهاء والعلماء هي تنقسم إلى قسمين الأدلة المتفق عليها وهي أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس القياس خلاف عند الظاهرية يعني هناك مجموعة من الظاهرية لا يقولون به ومجموعة من الفقهاء ينتقدون القياس لأنه ليس منضبط لكن الأغلب والسواد الأعظم من الفقهاء وعلماء الأمة يقولون بالقياس إذن الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس طيب القسم الثاني الأدلة المختلف عليها ومن الأدلة المختلفة عليها عند الفقهاء كثيرة جدا منها المصلحة المرسلة منها العرف منها قول الصحابي الاستحسان شرع من قبلنا الاستصحاب المصلحة المرسلة وغيرها من الأدلة المختلف عليها وكل مذهب من المذاهب الأربعة يضع شروطا لقبول هذه الأدلة مثلا قول الصحابي يقبل قول الصحابي ليس على إطلاقه قالوا يقبل قول الصحابي إذا لم يخالف غيره من الصحابة ثم أيضا إذا لم يكن للرأي فيه مجال لم يكن للرأي فيه مجال ليس أن يقول باجتهاده لأنه سيخالفه اجتهاد آخر إذن هذا بالنسبة لبعض الشروط عند بعض الفقهاء للعمل بقول الصحابي إذن هذا التعريف الثاني معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية وذكرنا الأدلة التفصيلية أدلة تنقسم إلى متفق عليها ومختلف عليها طيب استمداد علم الفقه من أين يؤخذ ومن أين يستمد هذا العلم من الشريعة الإسلامية استمداد الفقه الإسلامي من أين من الشريعة الإسلامية فما هي الشريعة؟ الشريعة لغة الطريقة والمنهج طريقة والمنهج شرعة الله طريقة والمنهج هذه الشريعة لغة الطريقة والمنهج الذي يمشي عليه الإنسان أما اصطلاحا فقال والشريعة هي ما أنزله الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشريعية على رسول من رسوله إذن الشريعة هي ما أنزله الله سبحانه وتعالى بواصلة رسول من رسوله هذه شريعة الله سبحانه وتعالى فما أنزله الله من أحكام في كتابه والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه صواب ليس فيها خطأ شريعة الله سبحانه وتعالى صائبة ليس فيها خطأ لكن إذا قلنا الفقه فالفقه هو آراء فقد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ لماذا؟ لأنه البشر بطبيعتهم يخطئون أما شريعة الله سبحانه وتعالى فلا يعتريها الخطأ ولا النقصان ولا يعتريها أي شيء فالفقه قد يغفل قد ينسى قد يخالف غيره وهكذا فهذا بالنسبة لما يسمى عندنا الاستمداد هذا العلم طيب الآن نأتي إلى المقارن معنى المقارن الفقه المقارن الآن عندنا المقارن المقارن لغة يرجع معناها في اللغة إلى الجمع والمقابلة جمع الأشياء ومقابلتها مع بعضها البعض إذن المقارن كيف سنقارن شيء بشيء؟ لابد أن نجمع الأشياء ثم نقارن أيهما أفضل وأيهما أحسن إذن هنا المقارنة يرجع معناها في اللغة إلى الجمع والمقابلة يعني الجمع الأشياء ثم مقابلتها فهي مأخوذ من قولهم قرن الشيء بالشيء يعني قرن شيء بشيء ضمه إلى بعضهم أو جمع أشياء إلى بعضها وقارن بينها أيهما أفضل فكل واحدة متفاوتة عن الأخرى إذن هنا هذا معنى المقارنة أما المقارنة في الإصطلاح المقارنة في الفقه هذا كمقارنة في الفقه الفقه المقارن ما مفهومه؟ مفهومه كما يلي مفهوم الفقه المقارن كمصطلح كعلم ما هو الفقه المقارن؟ قالوا الفقه المقارن هو أو بأنه جمع آراء الأئمة المجتهدين جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتها جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتهم التي استنبطوا من هذه الأحكام إذن آراء الأئمة المجتهدين نجمعها مع أدلتهم في ماذا؟ في مسألة واحدة هذه المسألة الواحدة مختلف فيها ومقابلة هذه الأدلة بعضها ببعض هذا من المقارنة مقابلة الأدلة الأحناف بالشافعية بالمالكية بالحنابلة إذن هنا مقارنة أقوال الأئمة بعضها مع بعض عند الاختلاف أن إذا كانت أقوال الأئمة متحدة كأن نقول مثلا اتفق الفقهاء الأربعة هنا لا نسمى مقارنة خلاص تم الاتفاق على المسألة فلا يأتي الفقه المقارن إلا عند اختلاف الأئمة الأربعة في حكم ما من المسائل الفرعية هنا نجمع آراء الأئمة في هذه المسألة ونجمع الأدلة ثم نضعها مع بعضها البعض ونقارن بينها ونناقش تلك الأدلة ونخرج ونخلص بالراجح في هذه المسألة إذن هنا بالنسبة لفقه المقارن مفهومه وتعريفه جمع آراء لئم المجتهدين مع أدلتهم لكن في ماذا؟ في مسألة واحدة من المسائل المختلف فيها ومقابلة هذه الأدلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها أي الأقوال أقوى دليل من غيره هذا هو تعريف الفقه المقارن جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتهم في المسألة المختلفة فيها ومقابلة هذه الأدلة بعضها ببعض ليظهر بعد مناقشتها أي الأقوال أقوى دليلا طيب إذن هنا موضوع الفقه المقارن ما هو موضوع الفقه المقارن؟ قالوا موضوع الفقه المقارن هو يهتم بدراسة المسائل المختلف فيها أما المسائل المتفق عليها لا حاجة للفقه المقارن به إذن يستفاد من الفقه المقارن هنا دراسة المسائل المختلف عليها عند الأئمة الأربعة وغيرهم إذن الفقه المقارن يبحث فيما اختلف فيه أهل العلم من أحكام ويكون يعني يخلص إلى الراجح في المسألة لكن كيف يتم البحث في هذه المسائل؟ سؤال كيف يتم البحث في المسائل؟ وما هو واجب الإنسان الذي سيقارن في المسائل؟ له واجبات أو صفات صفات من يدخل في هذا المجال لكن نبتدأ بالسؤال الأول هنا ما الذي يعمله الباحث أو الفقه عندما يغوص في الفقه المقارن؟ ماذا يعمل؟ الأمر الأول أولا تحديد المسألة المختلف عليها محل النزاع تحديد المسألة مثال المسع على الجوربين المسع على الجوربين لأنه كان المسع على الخفين هذا هو الأصل هذا لم يتفق لم يختلف عليه أحد المسع على الخفين لم يختلف عليه أحد لكن الخلاف على الجوربين هل يقاس على الخفين؟ وكذلك الجوارب المعاصلة الآن هل تقاس عليها؟ الجوارب الشفافة وغير الشفافة وهكذا هنا نحن 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 ن موضع الخلاف فيه ما هو موضع الخلاف فيما اختلفه هل في مفهوم الحديث هل في صحة الحديث من عدمه هل في الناسخ والمنسوق هل في الترجيح عند التعارض ما هو موضع الخلاف في هذه المسألة رابعا نبين سبب الخلاف ما هو سبب الخلاف بعد أن نحدد الموضع أو نحرر النزاع ما يسمى عندنا هنا تحرير محل نزاع الخلاف فيما اختلفوا ما هو الذي اختلفوا فيه المنع الجواز وغير ذلك وهذا يرجع إلى الأمر الأول تحديد المسألة وفيما اختلفوا في البنع أم غيره ثم نبين سبب الخلاف لماذا اختلفوا هذا سؤال لماذا اختلفوا إذن توضيح المسألة تحديد محل النزاع عرض الأقوال فيها نبين سبب الخلاف لا بد أن يفعل فقه الذي يدخل في فقه المقارن لا بد أن يعرف سبب الخلاف طيب كذلك ذكر الأدلة ذكر أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني وما هي الردود على كل قول الآن المسألة فيها قولين المسألة فيها قولين مثلا قراءة الفاتحة هل القراءة الفاتحة الركن والشرط أو الركن من أركان الصلاة أم لا أم يجوز القراءة غير الفاتحة هنا الجمهور والأحناف المسألة قولين عند الجمهور وعند الأحناف الجمهور يقولون لا بد من قراءة الفاتحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أو فلا صلث له في حديث آخر هذا حديثهم وهذا دليلهم طيب لكن عندما نأتي إلى الدليل للأحناف قالوا في حديث المسيء صلاته وقرأ ما تيسر معك بالقرآن يقولون لم يقود الفاتحة وإنما قال ما تيسر معك فقد يتيسر معك آية أو غير ذلك هنا أدلت كل فريق ثم يرد كل على ماذا على الحجج الفريق الآخر فعندما تدرس هذه الحجج والآراء نختر بعد ذلك الترجيح هذه المسألة الأخيرة الترجيح نرجح قول الجمهور وسبب الترجيح ماذا الكثرة القوة الأدلة ضعف الأدلة أو الحديث الذي استدلع به الأحناف أو المخالفين لهم التوجيه غير صائب هناك تنازع في المسألة قوي وشديد هنا نرجح مع سبب الترجيح إذن هنا الباحث في الفقه المقارن عندما يبحث في المسألة الفقه المقارن موضوعه المسألة المختلفة فيها ماذا يعمل الباحث يحدد المسألة ثم يعرض أقوال الفقهاء في المسألة أقوال الفقهاء في هذه المسألة ثم يبين أدلة كل فريق في المسألة ثم يبين سبب الخلاف لماذا اختلفوا وأخيرا الترجيح مع سبب الترجيح طيب ننتقل إلى فقرة أخرى قال الواجبات التي يجب على الباحث في الفقه المقارن الذي يبحث في المسائل المختلف فيها ما الذي يجب عليه قالوا لابد أن يكون الذي يغوص في هذا الجانب واسع الاطلاع ملم بالمسائل التي يجب أن يبحثها لا يغوص في الفقه المقارن أي أحد لا يغوص فيه أي أحد يحتاج إلى الغوص في المذاهب الأئمة الأربعة في أصولهم وفروعهم وهكذا حتى يستطيع أن يقارن في هذه المسائل فالأئمة لم يخوضوا في هذا إلا بعد أن كان لهم باع كبير كما مثلا كتاب الفقه المقارن عند الأحناف الكساني بدايع الصناع هذا من أجمل ما كتب عند الأحناف في هذا من أجمل ما كتب عند الحنابلة في الفقه المقارنة المغني ومن أجمل ما كتب عند الشافعية ما يسمى عندنا المجموع للنووي إلا أنه لم يكمله وهكذا وعند المالكية بداية المجتهد إذا هذه كتب فقه مقارن فالذي يتصدى لهذا المجال لا بد أن يكون عنده علم وواسع واطلاع واسع طيب الأمر الذي يليه بعد الاطلاع الواسع أن يتحرى النقل الصحيح من كتب المذاهب المعتبرة لكل مذهب فلا ينقل عن الشافعية من كتب الأحناف ولا من كتب الأحناف للحنابلة ولا كتب المالكية للشافعية لا هنا لابد أن يتحرى النقل الصحيح من كتب المذاهب المعتبرة وكتبهم المعتبرة ما هو الكتاب المعتمد عند الشافعية الكتاب المعتمد عند الحنابلة الكتاب المعتمد عند المالكية والأحناف وغيرها إذن على من يغوص في الفقه المقارن أن يعرف الأمور التالية أن يكون واسع الإطلاع قدرة على البحث والجمع والدراية بذلك ثانيا أن يتحرى النقل الصحيح من كتب المذاهب المدونة في كل مذهب بيبحث عن الكتب المعتمدة ويغوص فيها ولا يعتمد على كتب المتأخرين لأنه قد يكون فيها الخلط فيها تعصب للمذهب فيها تعصب للرأي وهكذا فيها خلط فيها صغط فيها كذا فلا يعتمد إلا الكتب المتقدمة التي هي حجة وعمدة عند الأئمة ولا بأس أن يستأنس بالكتب المعاصرة ثالثا أن يختر من الأدلة أقواها يسمى هنا السبر والتقسيم كما هو عند بعض أصحاب العصور هو يجمع الأدلة ويأخذ ما هو الأقوى فيها يجمع الأدلة ثم يأخذ ما هو الأقوى في كل مذهب أيهما أقوى ما هو الدليل الأقوى في هذه المسألة فلابد أن يميز بين الأحاديث والأدلة الصحيحة والضعيفة لا بد أن يميز ما بين ظني الثبوت وقطعي الثبوت ويميز بين ظني الدلالة وقطعي الدلالة وإلا فإنه سيتعفي هذا المجال ثالثا أن يكون على علم بالأصول والقواعد التي اعتبرها كل إمام في مذهبه حتى يقول هذا على أصول الشافعية وهذا على أصول المالكية وهذا على أصول الحنفية وهكذا فعليه أن يعلم وأن يدرك أو يستطيع أن يبحث في هذه الجوانب في أصول الأئمة وقواعد المذاهب المعتبر حتى يقارن مثلا إذا قلنا بالنسبة لأصل التطهير الماء هل الماء هو أصل التطهير أم كل مائع هنا الجمهور والأحناف الجمهور يقول أصل التطهير الماء الأحناف قالوا لا نأخذ العلة أو القياس هنا المائع الذي يشابه الماء فعندهم يجوز التطهير بالخل أو ما يسمى عندنا النبيذ أو غير ذلك يعني ما كان مائعا لكن الجمهور ومن وافقهم أصل التطهير ماذا هو الماء الماء المطلق الذي بقى على خلقته كما يقول الفقهاء إذا هذا الأمر الثالث أنه عليه أن يكون على علم بأصول وقواعد المذاهب حتى يقارن بينها النقطة التي تليها أن يقارن بين آرائهم الببسوطة بين يديه أن يقارن الآن بين آرائ الأئمة الأربعة بين هذه المسائل أو المسألة التي اختارها ليقارن بينها الأحناف ماذا يقولون الشافعية المالكية وهكذا وبعد ذلك الأمر الأخير يرجح بين الأقوال بعد المناقشة للأدلة فيقول ضعيف قوي الأولى مفهومه أوضع مفهومه أحسن هنا لا بد أن يقوم به هذا الباب إذن هذه واجبات الباحث في الفقه المقارن الإطلاع الواسع تحري النقل الصحيح من كتب المذاهب المدونة والكتب المعتمدة ثالثا أن يختر من الأدلة أقواها أقوى الأدلة في كل مذهب من المذاهب فلا يعتمد على الأدلة الضعيفة والأدلة المردود عليها فيختر ما كان قويا ليدل ويحتج به يحتج به ويكون احتجاجه أقوي رابعا أن يكون على علم بأصول قواعد المذاهب التي يقارن بينها لأنه قد يفشل في ذلك في المقارنة لأنه قد يختر شيء ليس على أصولهم مخالفة لأصولهم الخامس أن يقارن بين الآراء بين الآراء وبين أدلتهم ثم السادس والأخير أن يرجح بين الأقوال بعد المناقشة ننتقل إلى السؤال الذي يلي ما هي الفائدة الكبرى والعظمى من هذا العلم ماذا نستفيد من هذا العلم ما هي الفائدة الكبرى الفائدة الكبرى والعظمى لهذا العلم فائدة أساسية ركيزة أساسية مهمة ماذا نستفيد من هذا العلم نستفيد منه ركيزة أساسية وشيء هام جدا ما هو قال محاولة الوصول أن هذا الذي يغص في الفقه المقارن يحاول ماذا الغصول إلى حكم الله في المسائل الذي ذكرنا لكم سابقا التي تنزع فيها العلماء لأن الفقه المقارن مجاله المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أما ما اتفق عليه الفقهاء خلاص اتفق 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 انتهى الموضوع قال فهو أن يحاول الفقه هذا أو يقص فيه أن يصل إلى حكم الله في المسائل التي تنازع فيها أهل العلم ويستفيد الآن من ما نقل فيجمع ويغرب الأدلة ويبحث عن الراجع في المسألة ويغوص في هذا الجانب إذن هنا الفائدة الكبرى لهذا العلم معرفة حكم الله سبحانه وتعالى في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء قديما أو حديثا الذي يليه النقطة والسؤال الذي يليه طالب العلم ماذا يستفيد طلاب العلم من الفقه المقارن ما الذي يستفيده طلاب العلم من الفقه المقارن ما الذي يستفيد منه الدارس للفقه المقارن ماذا ستستفيد أيها الطلاب الرائعين في هذه الجامعة وفي هذا القسم الفقه أصول ماذا ستستفيد من دراسة الفقه المقارن نجيب على هذا السؤال سنستفيد من دراستنا للفقه المقارن الأمور التالية الأمر الأول التعرف على الطريق الذي يؤصل الملكة العلمية الفقهية ويؤهل للنبوك في علم الفقه هنا نعرف الطرق التي تؤهلنا وتنمي الملكة الفقهية عندنا وتؤهلنا إلى النبوك والفام والاستيعاب والمزيد من الإدراك والمزيد من العلم والمعرفة في هذا الجانب إن الذي يدس هذا العلم يتعرف على أقوال العلماء في المسائل المختلفة ويتبين طرائقهم في الاستدلال يعني كيف استدلوا من أين استدلوا أحيانا قد تستدل بحديث الخصر بالدليل الخصم يكون حجة عليه وهكذا قد تستدلوا من قواعدهم أنتم خالفتم قواعدكم فهذا مردد عليكم أثناء الترجيح وهكذا طيب ويعرف ما هي المآخذ على الشافعية على الأحناف في هذا الدليل يقارن أيضا بين أقوالهم قد يختلفوا في المذهب الواحد عندنا روايتين رواية عن أحمد رواية عن مالك رواية عن الأحناف كما يقال محمد بن حسن الصاحبة وأبو يوسف أبو يوسف والصاحبين يختلفان في معظم المسائل ثم أيضا يختلف الثلاثة أحمد بن الحسن وأبو يوسف قول وأبو حنيف قول يختلفوا أيضا وهكذا الأنم أحمد أحيانا تكون له الثلاثة روايات الشافعي في القديم والجديد وظاهر الرواية وغير ذلك وهكذا إذن يعرف هذه الأمور وقارن بين الأدلة ويستطيع أن يميز الضعيف والقوي في الدلالة وغيره وأيضا يعمل النظر ويفكر ويستنبط ويوسع المدارك الفقهية عنده الأمر الثاني يستفيد طالب العلم في الفقه المقارن يخرج هذا العلم أصحابه من التقليد والجمود والتعصب المذموم هذا العلم يساعد طلاب العلم والباحثين في هذا المجال على الخروج من الجمود والتعصب المذموم التقليد الأعمى الركود أو الاعتماد على قول واحد أو الجمود على رأي المذهب حتى تصوروا أن هناك من يقول إذا كان الحديث يخالف مذهبنا فنقول بقول إمامنا ونؤول الحديث نتعصب المقيت المذموم أننا نؤول الحديث لأنه خالف قول الإمام فلنضرب برأي الإمام عبد الحائط ونأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى والأجدى والأجدر بطلاب العلم والفقهاء والعلماء الدليل حيث ما دار ندور مع الدليل إذن هنا يساعد هذا العلم على البعد على الجمود يساعد على البعد عن الجمود تعصب المذموم فالإنسان الذي اتسعت مداركه وآفاقه وتعلم أكثر يأبى أن يكون ضيق الأفق متعصب لآراء الرجال كلما وسعى الإنسان العلم نبذ العصبية نبذ التعصب المذموم والجمود وبدأ نحو الاجتهاد وإطلاق الفكر والعلم ثالثا يستفيد الباحث في الفقه المقارن ما لا يستفيد يستطيع الباحث على النهج القائم على المقارنة أن يسبر أغوار الخلاف بإذن المذاهب يعني أن يعرف أسباب الخلاف يستطيع أن يبين ما هي أسباب الخلاف لماذا اختلفوا إذن فقه المقارن يساعد الباحثين على معرفة اختلافات الفقهاء معرفة اختلافات الفقهاء ويتبين مدى قوة الخلاف أن الخلاف في مسألة قوية أو يقول الخلاف ضعيف مثلا الآن صياغ الأذان صياغ الأذان التربيع تربيع التكبير وتثنية البقية أيضا تثنية الجميع الترجيع الفضل الأذان المسألة قوية الخلاف فيه قوي لكن في بعض المسألة الخلاف فيه ضعيف الخلاف فيه ضعيف أو الخلاف شاد وهكذا إذن يستطيع أن يبين ويوضح سباب الخلاف عند الفقهاء فهذا العلم يساعد هذه الملكة أن تتنشى عند طالب العلم أو عند الباحثين في هذا المجال الأمر الرابع الطلاع طلبة العلم على أقوال أهل العلم وأدلتهم هنا يساهم في مزيد من الإطلاع مزيد من المعرفة مزيد من التوسع في طلب العلم لأنك تبحث عن المسألة عند الأئمة الأربعة وتقارن وتوازن بين المسائل المختلفة والأمر الذي يليه الخامس يعرفنا بأقوال علمائنا وإمتنا الذين ساروا في طريق العلم وكانوا قبلنا وأناروا لنا الطريق ووضعوا لنا معالم نسير عليها إذن نعارف أقوال الأئمة والعلماء السابقين وما هي القواعد التي رسموها لنمشي عليها من بعدهم هناك فقهاء الصحابة هناك الفقهاء السبعة هناك فقهاء الصحابة كالخلفاء الرأسدين أبو بكر وعمر علي بن أبي طالب من التابعين عندنا الحسن البصري الثوري الأوزاعي الليث بن ساعد ثم الأئمة الأربعة أبو حنيف وملك الشافعي وأحمد وغيرهم أيضا سادسا معرفة الأصول والقواعد التي اعتبرها كل إمام في استنباطه الأحكام الدلتها نعرف أصول كل مذهب وسنعرج أيضا عن أصول الأئمة الأربعة كنوع من المراجعة وكنوع من إثراء الموضوع في محاضرة مستقلة إن شاء الله أصول الأئمة الأربعة في الاستنباط طيب هنا نعرف الأصول والقواعد التي اعتبرها كل إمام كل إمام للأئمة الأربعة له طريقة في استنباط الأحكام الشرعية فيعرف ثمرة ذلك يعلم أن أقوى الأراء مستند إلى أقوى الأدلة الرأي القوي يستدل بالدليل قوي الرأي الضعيف يدور هنا وهناك ليس له حجة قوية سابعا أن هذا العلم الفقه المقارن يستفيد منه الطالب والباحث يعرف أن هناك منهجية يعرف أن هناك منهجية لكل عالم ولكل إمام للأئمة الأربعة سيرو عليها فيقود لأن يكون لطالب العلم منهجية في هذا الأمر إذن الأمر السابع بالنظر إليه من الأدلة يعلم أن منها ما يرجع إلى النصوص من الكتاب والسنة ومنها ما يرجع إلى غير ذلك إذن يعرف المنهجية في الاستنباط ويعرف من أين تؤكد الكتف ومن أين أخذت تلك الأحكام الشرعية وتسمى عندنا مصادر التشريع ومصادر التشريع المتفق عليها والمختلف عليها أخيرا تتجلى فائدة الفقهة المقارن للباحث في وجوب العمل بما وصل إليه الآن أنت عملت في هذا المجال ووصلت إلى أن الراجح في المسألة المسح على الجوربين بشروط معينة يجب عليك أن تعمل بما وصلت إليه من اجتهاد هنا أن تعمل إذن هنا يستفيد الباحث في هذا المجال أنه عليه أن يعمل بما توصل إليه بما توصل إليه بعد البحث والإطلاع فتوصل إلى أشياء كثيرة فعليه أن يعمل بذلك إذن انتهينا من الفوائد التي يستفيدها الباحث في الفقه المقارن الباحث في الفقه المقارن يستفيد من هذه الثمرات التي ذكرنا معرفة الأحكام معرفة الأدلة معرفة المنهج إسر عليها الفقهاء معرفة الأصول والفروع لهم يستفيد منهم يعني يستفيد أشياء كثيرة من هذا الجانب فهنا لا بد لطالب العلم في هذا المجال أن يستفيد ويعرف من أين تأكل الكتف من أين تأكل الكتف طيب ننتقل إلى يعني لشيء آخر في الموضوع وهو ما يسمى عندنا الكتب التي دونت وكتبت في الفقه المقارن الكتب التي كتبت ودونت في الفقه المقارن الكتب التي دونت وكتبت في الفقه المقارن طيب والتي اهتمت بذكر آراء الفقهاء يعني اهتمت بجمع آراء الفقهاء وأسباب الخلاف والنزاع وغيره طيب أبرز المؤلفات في الفقه المقارن منها اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي المتوفي 294 اختلاف الفقهاء أو اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي وهذا مجلد اختلاف الفقهاء لابن جريل الطبري أيضا هو مجلد أيضا اختلفوا 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 ذكر اختلف المسائل التي اختلفها الفقهاء توفى 310 هجرية أيضا اختلاف الفقهاء لابن جعفل الطبري هو أيضا مجلد 321 هجرية توفى واختصره أيضا أبو بكر الجصاص في اختلاف الفقهاء اختصره أبو بكر الجصاص المتوفي 370 أيضاً منها الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر توفى 318 هجرية أيضاً من الكتب الممتازة والرائعة أيضاً تأسيس النظر للدبوسي الحنفي وهذا الدبوسي من علماء الأحناف الكبار له في الأصول والقواعد وتقعيد المذهب الشيء الكثير أيضا الآن نذكر كتاب لكل مذهب نبتدأ بالأحناف من أفضل الكتب في تدوين الخلافات الفقهية ومقارنتها بمذهب الأحناف بداع الصناع الكساني ستة أجزاء بداع الصناع للكساني هذا من أفضل الكتب التي كتبت عند الأحناف بشكل واضح وبين فيرد على الجمهور ويرد على من خالف الأحناف ويناظرهم ويرجع المذهب وهكذا الأمر الثاني ننتقل إلى الشافعية الشافعية عندهم المجموع للنووي المجموع للنووي ويعتبر عمدة وحجة لكن الإمام النووي لم يكمل هذا فأكمله بعده من طلابه أكمله على سير سار على نفس النسط لكنه لم يكن كالنووي رحمة الله عليه ننتقل إلى المالكية من أبرز الكتب وأنا أنصح طلاب العلم بالمطالعة لمن أراد أن يعرف الفقه المقارن بكتابات يسيرة وبسيطة بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رجد الحفيد المالكي المتوفي خمسمية وخمسة وتسعين هجرية خمسمية وخمسة وتسعين هجرية خمسمية وخمسة وتسعين هجرية ثم وسبب خلافهم كذا إما تعارض الأدلة إما تعارض الأدلة مع النقل إما تعارض النقل مع العقل وهكذا أما التضعيف والتصحيح للحديث وهكذا إما الناسق والمنسوق فابن رجد هنا هو سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد فمن يقرأه مرارا وتكرارا أنصحكم أن تقرأوه مرارا وتكرارا حتى تستطيعوا أن تدخلوا وتلجوا إلى هذا الباب من أوسع أبوابه ننتقل إلى الحنابلة المغني لابن قدامى لكنه كبير جدا فيه أكثر من خمسة واربعين ألف مسألة يعني خمسة واربعين ألف مسألة كثير يعني المغني لابن قدامى وهو كبير وهناك أيضا المختصر وأقل من وهو الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبير الحنبلي الوزير كتبه وأهداه للوزير وهذا الإفصاح عن معاني الصحاح هذا كتاب في ثلاثة أجزاء ممتاز ورائع اتفقوا واختلفوا واتفقوا واختلفوا ويأتي بها بكل مسائل اتفق فيها واختلفوا فيها فهذا توفى عام خمسمية وستين هجرية ننتقل إلى المذهب الخامس الذي يعدون المذهب الخامس الظاهرية مذهب الظاهرية ومن أفضل ما كتبه في هذا الجانب كدراسة مقارنة هو المحلل بن حزم المحلل بالآثار لابن حزم الظاهري وهو يرد على الجمهور ويرد على من خلفه من وجوه كثيرة ويرتب الفصول والأبواب وكتاب رائع فلابد لطالب العلم والفقه في الدرسة العليا أن يطالع هذه الأمور وأن يكون له حظ ونصيب منها هذه يعني عندنا المسائل التي ذكرناها أو ما يسمى عندنا الكتب الهامة في هذا الجانب طيب عندنا كتب معاصرة كتب معاصرة كتبت في الفقه المقارن يعني منها الفقه الإسلامي وأدلة الوهبة الزحيلي لكنه كبير 16 مجلد مسائل في الفقه المقارن لسليمان الأشقر بما الفقه المقارن لمحمد الزحيلي وأيضا المقارنات لكثير من المعاصرين المسائل المعاصرة فقه العاصر والفقه المقارن وغير ذلك من الكتب المعاصرة التي توضح وتسهل على طالب العلم أن يرجع إلى المسائل الأصلية والكتب الفرعية طيب يقولون هنا مسألة نناقشها ما الفرق بين الفقه المذهبي والفقه المقارن ما الفرق ما الفرق بين الفقه المذهبي والفقه المقارن الفقه المذهبي والفقه المقارن مهم لابد أن أعرف هذا الفقه المذهبي نبتدأ الفقه المذهبي هو أقوال إمام مجتهد في مسائل فرعية أقوال إمام من الأم الأربعة في مسائل فرعية تابعه عليها تلاميذه وكتبوها ودونوها وأصلوا لها وجمعوها هنا ما الفرق بين الفقه المذهبي والفقه المقارن سؤال ما الفرق بين الفقه المذهبي والفقه المقارن الفقه المذهبي تعرفه هو أقوال إمام مجتهد من الأم الأربعة هما الأكثر أتباعا قول إمام من الأم المجتهدين في مسائلة فرعية أما المسائل الأصلية الكل يقول بها المسائل معلوم من الدين بالضرورة الكل يقول بها إذن أقوال إمام مجتهد من الأم المجتهدين في مسائل فرعية لكن تابعه عليها تلاميذه ودونوها وكتبوها ونشروها وعلموا الناس فيها فأصبحت هنا الكتب المذهبية وهناك ما يسمى السلم المذهبي وإن شاء الله عندما نأتي إلى محاضرة مستقلة عن طرق الاستنباط عند الأئمة الأربعة سنذكر نبذة عن سلم لكل فن ولكل علم الكتب المعتمدة حتى يبحث فيها طالب العلم سنذكرها لاحقا إن شاء الله طيب أما الفقه المقارن ما هو الفقه المقارن جمع لأقوال المجتهدين في مسألة معينة إذن الأول هو إمام واحد قول الإمام أحمد في المسألة قول الشافعي في المسألة الطلاب كتبوها نقلوها دونوها نشروها ثم قعدوا وخرجوا على المذهب وقعدوا المذهب وكتبوها ونشروه وأضافوا على المذهب وحققوا ودققوا وهكذا أما الفقه المقارن هو جمع لأقوال المجتهدين في مسألة معينة واحدة مسألة معينة وعرضها بأدلتهم ومناقشة الأدلة وفق قواعد معينة للوصول إلى أقرب الأقوال إصابة للحق إذن الفقه المقارن جمع أقوال المجتهدين في مسألة واحدة ما هو قول العلماء في مثلا التطهير بالشمس الآن مسألة التطهير بالشمس هل الشمس تطهر إذا كان هناك بول في الثوب وضعناها الثوب في الشمس هل تطهيره أم لا تطهيره ماذا يقول الفقه وما هو الأصل في التطهير هل الأصل فيه إزالة عين النجازة أم إزالة أثر النجازة أم الأصل في التطهير الماء والغسل والنظح والرش هذه هنا الآن نبحث عن أقوالهم في المسألة نحدد المسألة ثم نبحث عن أقوالهم ونعرض الأدلة ونناقشها ونختر الأقوى والأرجح إذن فهو ميدان المجتهدين الذين سبقون إلى ذلك وهم الأئمة الأربعة إذن في الفقه المذهبي يذكر قول إمام المذهب مع دليله قول أحمد قول مالك ودليله دون التعرض قالبا لأقوال المذاهب الأخرى وأدلتهم أو الرد والمناقشة عليها لا قال أحمد قال أحمد قال الشافعي قال مالك لأبو حنيفة ودليله كذا ولا نأتي بالمقارنة لكن الفقه المقارن قال لابد أن يذكر جميع الأقوال والأدلة والمناقشة التي ترد على هذا الدليل ثم يرجح إذن الخلاصة فالفقه المذهبي فقه خاص بأقوال الإمام من أئمة المذاهب الأربعة خلافا للفقه المقارن ثنين يذكر الأدلة التي يستدل بها الإمام أو توافق قول الإمام وبيان وجه الاستدلال عند الإمام لكن الفقه المذهبي يبارن الكل سنأتي لها إذن خلاصة المقارنة بين الفقه المذهبي والفقه المقارن كما يلي الفقه المذهبي فقه خاص بأقوال إمامنا لأئمة المذاهب الأربعة قال أحمد قال الشافعي ذكر أدلة هذا الإمام وجه الاستدلال عند هذا الإمام ثالثا لا يتعرض لأقوال الأم الآخرين ولا أدلتهم وإنما يقتصر على رأي الإمام رابعا مبني على التقليد تقليد للإمام يقلد إمامنا فالقول ما قال الإمام خامسا الغرض منهم معرفة أحكام الفقه تقليدا لمجتهد تقليدا لمجتهد إذن هنا عندنا هذه مميزات الفقه المذهبي الآن نأتي إلى الفقه المقارن إذن عندما نقارن بينهما فنقول الفقه المقارن هو جمع أقوال الأئمة من أئمة أهل السنة والجماعة في مسألة مختلفة فيها فهو فقه أقوال أئمة أهل السنة جميعا معرفة أقوال الأئمة الأربعة في مسألة ما ثنين يذكر أدلة كل قول مع بيان وجه الاستدلال أما الأول قوله إمام فقط ثلاثة يتعرض لأدلة الجميع بالنقد والمناقشة الشافعي يردون الحنفية يردون الشافعي يردون وهكذا الردود بين الأئمة أما الأول فلا يرد لا يأخذ الدليل ويقلد رابعا مبنىه على الاجتهاد الفقه المقارنة مبنىه على الاجتهاد في الترجيح بين قول من أقوال الأئمة خامسا الغرض منه معرفة أحكام الفقه اجتهادا استنباطا من الأدلة لكن الأول هو تقليد معرفة قول مجتهد من المجتهدين وتقليده هنا معرفة أحكام الفقه اجتهادا واستنباطا من الأدلة هذا هو الفرق بين الفقه المذهبي والفقه المقارنة لابد أن نعرف هذا ويمكن أن نخلص هنا في المحاضرة اليوم نقف عند أهمية الفقه المقارنة ما أهمية الفقه المقارنة؟ نحن ذكرنا أن الفقه المقارنة الفائدة والأهمية الكبرى معرفة الحكم الشرعي في المسائل المختلف عليها وذكرنا أهميته للباحث أهمية الفقه المقارنة للباحث ما الذي يستفيد منه الباحث؟ هنا ذكرنا تسعة أمور وإجمالها تتلخص في ثلاث أمور تتلخص في ثلاث أمور توسيع مدارك الطالب بالطلاعه على أقوال الإماء الأربعة وغيرهم تنمية الملكة الفقهية لدى الباحث هذا المجال من خلال قراءة الأدلة ومناقشتها والردول عليها ودقة الاستنباط وقوة الحجة ومناقشة المخالفين لذلك ضبط العلوم الشرعية كضبط أصول الفقه والقواعد الفقهية وضبط الفقهية وغيرها يعني ضبط العلوم التي يتحصل عليها من الأدلة والقواعد والأدلة المختلف فيها وغيرها يضبط هذا الأمر هذا يعني يرجع إلى هذا الثلاث الأمور يعني يستفيد منه وأهمية هذا الفقه وأهمية الفقه المقارنة للباحث يعني ذكرنا تسعة أمور هذه خلاصتها إذن في محاضرة اليوم نخلص إلى ضرورة الإجابة على التساؤلات التالي السؤال الأول عرف الفقه لغة واصطلاحا عرف الفقه لغة واصطلاحا السؤال الثاني عرف الفقه المقارن الفقه المقارن كمشطلح عرف الفقه المقارن كمشطلح الأمر السؤال الثالث السؤال الثالث أذكر أبرز المؤلفات في الفقه المقارن أذكر أبرز المؤلفات في الفقه المقارن مع ذكر المؤلفات في المذاهب الأربعة مع ذكر الكتب المعتمدة في الفقه المقارن في المذاهب الأربعة مع ذكر الكتب في الفقه المقارن ومعتمدة في المذاهب الأربعة السؤال الذي يلي ما هي أهمية دراسة الفقه المقارن؟ ما أهمية دراسة الفقه المقارن بشكل عام؟ أهمية دراسة الفقه المقارن بشكل عام السؤال السادس ماذا يستفيد الباحث من دراسته للفقه المقارن السؤال السابع قارن بين الفقه المذهبي والفقه المقارن قارن بين الفقه المذهبي والفقه المقارن كما درست إذن هذه الأسئلة والتساؤلات التي لا بد أن تجيبوا عنها في هذه المحاضرة ونخلص إليها وهذه المحاضرة الأولى مقدمة حول الفقه المقارن ونلقاكم إن شاء الله في المحاضرة الثانية بإذن الله رب العالمين كان معكم في هذه المحاضرة الأولى أستاذ المشارك عبد السلام حمود غالب الآنسي اليمن صنعاء أستاذ الفقه المقارن